معانا على التليفون سعد السفير معتز أحمدين خليل طبعا غني عن التعريف مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة سابقا أهلا بحضرتك سعد السفير أهلا بحضرتك سعد السفير يعني اعتراف الدول الثلاث عامة يختلف عن تصويت الجمعية العامة بأغلبية 143 دولة إيه هي وجه الاختلاف وأهمية اعتراف الدول الثلاث كل منها بشكل منفرد بعيدا عن المنظمة الأممية أول حاجة طبعا وجه الاختلاف إن 143 دولة التي صوتت لصالح فلسطين تعتبر ضمنيا معترفة بحق فلسطين في أن تكون دولة مستقلة وأن تكون عضو داخل الأمم المتحدة لكن خطوة الاعتراف يأتي بإعلان دولة محددة أنها تعترف بفلسطين وتتخذ الإجراءات اللازمة في إطار ذلك بما في ذلك مثلا أن تكون ممثلية فلسطين لديها عبارة عن سفارة أنها تساند أو تعترف بأن دولة فلسطين لها سيادة ما بأنها لا تحتاج أن تتصل بفلسطين عبر إسرائيل أن السيادة ملك لفلسطين طبعا حتى نكون موضوعيين الأثر العملي رمزي أكثر منه موضوعي لكن هي خطوة مهمة لأنها تعكس بدء تحرك الموقف الأوروبي أوروبا طبعا كانت السويد فقط هي التي اعترفت بفلسطين منذ حوالي عشر سنوات لكن لا يوجد موقف أوروبي موحد تجاه الاعتراف بدولة فلسطين نلاحظ أن دولة مهمة مثل فرنسا صوتت في مجلس الأمن لصالح انضمام فلسطين إلى الأمم المتحدة لكنها لم تقدم على خطوة الاعتراف بفلسطين دول أخرى تساند فلسطين بشدة مثل بلجيكا مثلا التي تستضيف مقر الاتحاد الأوروبي قد تسجعها تلك الفطوة على أن تحد حزوة إيرلندا وأسبانيا الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وتعترف بفلسطين ربما لاحقا كل ده بيشكل ضغط على إسرائيل كل ده بيشكل مسندة للموقف العربي الذي اعترف بدولة فلسطين منذ يمكن عام 88 لما فلسطين انشأت كدولة والجامعة العربية معترفت بها وهي عضو كامل في الجامعة العربية وبالتالي زي ما قلت لك الأهمارة مزية لكنها تأتي في ضوء تراكم المسندة الدولية لفلسطين وتراكم النبذ الدولي لإسرائيل حتى أن جوردنان زي نيويورك تايمز مثلا من حوالي أسبوع أو أقل قليلا كان العنوان الرئيتي فيه أن بعد التصويت ربما منذ عشرة أيام بعد التصويت الأولى المتحدة لصالح انضمان فلسطين كعضو في الجماعية العامة كان عنوان نيويورك تايمز أن إسرائيل أصبحت دولة منبوذة فرايا السيد كل ده بيساهم في عدل إسرائيل يساهم في إحراج الولايات المتحدة التي تسعى حتى أنها تضعت رؤوسنا بحل الدولتين وبضرورة أن إنشاء حل دائم من خلال الدولتين لكنها في مجلس الأمن تستخدم حق البيتو ضد عضوية فلسطين في الأمم المتحدة عندما تعترف أسبانيا وأيرلندا والنرويج تقول أنها تفضل أن يتم الاعتراف بدولة فلسطين وإنشاء دولة فلسطين بالتفاوض المباشر بين إسرائيل وفلسطين طب ما هي إسرائيل بقالها من ساعة ما تعدتك وأنا نوعى على القضايا الفلسطينية بترفض الاعتراف بدولة فلسطين فكيف أننا ننتظر أن يتم تفاوض مباشر بين الطرفين حتى يتم الاعتراف بدولة فلسطين هذه الاستفسار هي قطوة مهمة رمزية ويجب البناء عليها ودفع المزيد من الدول إلى الاعتراف بسلسطين وعزل إسرائيل طيب قد يكون ده أو بالتأكيد هو ده السؤال الثاني لكن قبله هو استفسار حتى تكذكرت أنه في الحالة دي هيبقى مكتب تمثيل السلطة الفلسطينية اللي موجود في أي من الدول الثلاث يحول إلى السفارة وبالتالي أظن بيطلق عليه يتم ترفيع العلاقات إلى مستوى التمثيل الدبلوماسي الكامل ماذا عن العكس يعني إن أرادت أي من الدول أن تفتتح سفارة لها في دولة فلسطين في هذه الحالة هتتصرف إزاي خاصة وأننا نريد القدس عاصمة لفلسطين دي طبعا مشكلة عشان إسرائيل بتمنع ذلك لكن من جهة أخرى يعني كثارات هذه الدول في إسرائيل تحاول أن تفتح مكاتب مخططة للتعامل مع السلطة الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المتطرفة تحاول إلغاء هذه المكاتب أو فرض قيود على سفارات تلك الدول من التعامل مع السلطة الفلسطينية في رمالة لكن هذا يتم تطويره بالخبرة أو بالتجربة وحسب الظروف طبعا الآن يعني من الصعب تخيل أن تفتح أسبانيا أو أيرلندا أو أي دولة أخرى سفارة في رمالة لكن من الممكن في المستقبل أو أن تكون هذه خطوة لتشجيع دول أخرى من أجل ذلك عظيم جدا هنا هنتقل للسؤال الثاني كيف يبنى على اعتراف الدول الثلاث؟ البناء السياسي والبناء الدبلوماسي يتم التحدث مع الاتحاد الأوروبي ككيان في بروكسل بأن تم كسر موضوع عدم أو الخوف من الاعتراف بدولة سلسطين أننا اعترفنا وإسرائيل هي التي تتعنت وبالتالي نشجع دول أخرى مثل فرنسا نحاول الضغط على ألمانيا حتى لا تعيق الاعتراف بسلسطين كدولة نحاول أن نجعل ألمانيا وفرنسا تضغط على دول مثل المجر والجمهورية الشيكية التي تساندان إسرائيل سواء على حق أو على بقل ربما لأن معظم أو كثير من الفاسة الذين يتولون المناصب الحساسة في هذه الدولتين من اليهود لكن لا مشكلة هي كلها مصالح وكلها مواقف دولية متراكمة لا يمكن الوقوف أمامها يعني هذا نوع آخر من الطفان لم تستطيع الدول الأوروبية الحمود أمامه كثيراً طيب ساد سفير يمكن في إطار الحديث أيضاً حضرتك ذكرت أنه ده من الوارد أن يشكل ضغوطاً على الإدارة الأمريكية في ظل أنه أنا نهاردة شفت خبر يعني بالنسبة لي صادم إلى أبعد الحدود في مسألة التبجح أمام المجتمع الدولي أمريكا بتبحث فرض عقوبات على الجنائية الدولية يعني إحنا وصلنا إلى هذا الحد بتعتقد أنه متى تبدأ الولايات المتحدة الأمريكية في أن تلعب بشيء من النزاهة في عملية السلام يعني هذا أمر صعب لكن يمكن التذكير في ذلك بعد الانتخابات الأمريكية إذا نجح بايدن في انتخابه مرة أخرى لأننا يجب أن لا ننسى أن هذا عن انتخابات أمريكية ويجب أن نلاحظ كذلك أن مسألة سكونة سكرة حل الدولتين يتزامن بالصدفة كل مرة مع انتخابات أمريكية صحيح سواء في إدارة بايدن سواء في إدارة جورج بوش الإبن سواء أثناء حتى في إدارة فلينتون كان قبل ما يمشي على فول لما كان وصلنا للدفعة الأخيرة اللي رفضها عرصات عن حقه عندما يعني تبين له أن ما يحاولون بيعه له عبارة عن أوهام لكن كل هذه التحركات التخنة والممتدة نحو حل الدولتين بسرعة يتم في العام الانتخابي يعني حتى يجب أن نلاحظ أن نيتانياهو كان بدأ في أكتوبر قال الموضوع متفيتول عن نوفمبر ديسمبر بالكتير بعد كده قاله أول السنة بعد كده أمريكا تدفل مهنة لغاية سبراير بعد كده دلوقتي بقى هو من الواضح أنه هو بيمد الحرب إلى أن تتم الانتخابات حتى يرى من سينجح وهو يأمل بالتأكيد أن ينجح ترامب لأنه يعتقد أن ترامب سيكون أو سيتستخد يساكي طالحه لكن مجددا لا يجب أن نعتمد على الإدارة الأمريكية ونتروفها كذا الدول العربية لديها من الأوراق التي يمكن أن تضغط بها على الإدارة الأمريكية زي إياسات صفية هذه الأوراق الفعر النفط مثلا إنتاج النفط يعني نذكر أن بايدن عندما تم انتخابه جاء للسعودية بعد أن كان تعهد بعدم التعامل مع السعودية ذهب إلى السعودية من أجل التفاوض على إبقاء إنتاج النفط مرتفعا حتى ينخفض سعر النفط أو يستقر حتى لا يؤثر ذلك على شعبيته هذا جزء مهم العلاقات الاقتصادية قوية بين مختلف الدول العربية والولايات المتحدة مجرد التعامل بشأن عملية السلام مع الولايات المتحدة وتفضلها عن الاتحاد الأوروبي هذا كارث يمكن أن تنعب دي الدول العربية لعلك سمعت اليوم أن الاتحاد الأوروبي يفكر في عقد أو ترتيب مؤتمر دولي تمهيدي للسلام لا تشارك فيه إسرائيل أو فلسطينيا العقد في الاتحاد الأوروبي في نهاية يونيو ربما أو في دولة عربية حتى إذا رفضت ذلك الولايات المتحدة لماذا لا نشجعه لماذا لا نتحدث عن ذلك حتى تشعر الولايات المتحدة أن هناك بداء الله طيب سعاد السفير بخبرة طويلة في العمل الدبلوماسي وبخبرة طويلة داخل أم المتحدة هل تعتقد أن الأوروبيين مستعدين للتحرك بعيدا عن التوجهات بتاعة البيت الأبيض يعني عادة أوروبا تنتظر الفعل من البيت الأبيض حتى تسير على نفس ذات الاتجاه أو على نفس ذات الصياق أنا أعتقد أن المرحلة الحالية مرحلة استثنائية بالإضافة لأنه عام في الانتخابات الأمريئة عام انتخابي في الولايات المتحدة وبالتالي البيت الأبيض لا يستطيع أن يستخد مواقف متطرفة خشية على شعبياته في الانتخابات سواء اتخذ مواقف لصالح إسرائيل أو حتى لصالح الجانب العربي لكن كذلك الاتحاد الأوروبي داقة ذرعا بما ترتكبه إسرائيل من مجازد حتى أن المدعي المحكمة الدولية كما ذكرت طلب الإذن بالقبض على نتنياهو ووزير بتاعه مثلا الدول الأوروبية معظمها ساند استقلالات المحكمة الجنائية الدولية مثلا معظم الدول الأوروبية يرفض البجاحة التي يتعامل بها الساسة الإسرائيليون مع الاتحاد الأوروبي لعلك تذكر أيضا عند تولي وزير خارجية إسرائيل الحالي إسرائيل كد يعني بعد أقل من شهر من توليه ذهب في اجتماع مع دول الاتحاد الأوروبي وعندما حاولوا أن تحدث معه عن مستقبل غزة وضرورة عدم ترحيل الاتحاد الأوروبي ماذا كانت إجابته؟ إجابته كانت أنه عرض عليهم فيلما وثائقيا يظهر إنشاء جزيرة صناعية لنقل أهل غزة عليها أمام سواحة الغزة يعني حتى أن جزء بوريل ممثل السياسة الخارجية الأوروبية خرج من الاجتماع يقول أنه يستهزئ بمزرائه من وزراء خارجية إسرائيل صحيح صحيح ردود فعل إسرائيل حتى الآن زيارة ابن الغفير أو بن جفير يعني للمسجد الأخصى اليوم ودي أول مرة من يوم 7 أكتوبر بالضبط يعني هذا استزاز لعله يريد أن يشعل الأمور أكثر قيام وزير الملايس مثرت بوقف نقل الأموال المستحقة للسلطة الفلسطينية إلى النرويج تجميد يعني كان هناك اتفاق بأن تستخدم إسرائيل بتجميع الأموال المستحقة للسلطة الفلسطينية وتسليمها للنرويج لتسليمها للسلطة الفلسطينية اليوم بقرار منفرد يعني يعود أو يعني يتخاذل عن هذه الاتفاقات ويعني ويضربها وعرض الحائط ويقول لن نسلم هذه الأموال للنرويج ثم وتأتي إسرائيل منذ يومين تقول أن مصر ترجعت عن تفاهمات معها يعني هذا يعني يحضرني يعني السلطة يأتي السمعة والتعامل معها يعني يجعلها تستهيمكم بما فيها بأنه فيه يعني هذا غير مقبول والجميع دول العالم تلاحظه والاتحاد الأوروبي دقى زرعا بذلك ودقى زرعا بإستجاز الإدارة الأمريكية وعدم اتخاذها لقرارات حاسمة في هذا الإطار بشكل يؤثر على مصدقية الأوريات المتحدة يؤثر على النظام الدولي لا تنسى أن هناك حربا في أوكرانيا مثلا المواقف الأمريكية ومواقف بعض الدول الأوروبية مثل ألمانيا تشكك فيه نسبقية المواقف الدولي أو مواقف النظام الدولي من احتلال روسيا لأجزاء من أوكرانيا مثلا وفي نهاية أوروبا هي اللي بتدفع تمن هذه الحرب والولايات المتحدة الأمريكية بعيدة عن مرمى النيراني يعني تؤجج الحرب فقط أنا بشكرك جدا سعادة سفير كل الشكر لك سعادة سفير معتز أحمدين خليل مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة سابقا موسيقى